استقبل قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش وفدا من ذوي الهمم قادرون باختلاف ووفدا لأبناء مصر في الأيتام وذلك بالتنصيق مع الجهات المعنية بالدولة يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل مع أبناء الوطن من ذوي الهمم قادرون باختلاف وتزامنا مع قرب ذكرى مناسبة يوم اليتيم والتي توافق الجمعة الأولى من شهر إبريل تضمنت الزيارة تقديم الموسيقات العسكرية لبعض العروض العسكرية المتميزة ترحيبا بالزائرين كما تم تنظيم جولة تفقدية للوفدين تضمنت زيارة القاعة التاريخية وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية كما شاهدوا فيلما وثائقيا تناول تاريخ المنطقة الغربية العسكرية منذ نشأتها وإسهاماتها في تطوير ودعم القطاع المدني بالمحافظات التي تقع في نطاق المسئولية كما تم تنظيم فقرة فنية وترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم